بسم الله الرحمن الرحيم ده مقترح لشركة كبيرة ازاي التنسك بين مشاريع البيم اللي عندها لازم عندي كوربوريت بيم مانجر هو ده اللي هينسك بين الشغل كله ده مفروض ان هو ما بيشغلش بيدي خالص يعني بيخش الموديل يرسم حيطة ويرسم عمود ويرسم كذا لا هو هو بيحل المشاكل لو البيم كورديرتو محللهاش وفي نفس الوقت بيوزع المهام عارف مثلا المشروع ده ياخد ايه المشروع ده الوقت الفلوس الستاندرد يعني هو شغلته اكتر في الاجتماعات والستاندرد كل المشروع بيبقى فيه على رأسه وبيم كورديرتو ينصق بين الاقسام كلها ممكن لاند اسكيب ارتكشور استراكشور امي بي يبدأ ينصق بينهم لو حد عنده مشكلة يتدخل لحلها بس برضو مفروض ما يشتغلش هو بيديه لان هو لو شغل بيديه مال من اللي هيراجع عليه فهو مفروض ان هو بيراجع الاقسام كلها ويبدأ يشوف لو فيه تعرضات ينبه الناس لو فيه حد عايز يعمل حاجة مش عارف يعملها مثلا واحد عايز يعمل جوين مثلا بين حواك كتيرة والسقف مثلا او مثلا بيرسم حاجة بشغل التلسيم هو يدخل رسمها تمام ويشرح للموضوع ازاي بحيس انهم تبقى الناس كلها مارتها تزيد وفي الناس الوقت يتفرغ لي الكوردنيشن بيش كل شوية هو اللي يرسم بيديه والمشروع التاني بردو كسالك والبين مانجر بيدير في عارف مثلا مشروع ده خلص فيخلي الناس من هنا مثلا تدخل تساعد لو فيه تسليمة وكسال ده ده مقترح للشركات الكبيرة ازاي تنسك الشغل ومقترح بسيط جدا وسهل في بعض الاكوات التانية بتصعبها وتحط فرموشن تكنولوجي وبتحط حاجة كتيرة جدا في النص بس ده اظن ده ابسط حاجة ممكن تلاقيها شكرا